وفي هذا السياق أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل العمل مع مصر وقطر لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل يأتي هذا فيما قالت واشنطن أنها تريد من مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا يدعم اقتراح انهاء القتال في قطاع غزة فيما أفاد موقع أكسيوس أن وفدا من حركة حماس يصل إلى القاهرة اليوم لبحث مقتراح وقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلية على غزة تعلن الولايات المتحدة اعتزامها التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على دعمه لخطة رئيس جو بايدن بشأن غزة واشنطن التي طالما عرقلت مجلس الأمن عن إصدار عدد من القرارات لوقف الحرب في غزة قالت إنها تريد من المجلس أن يتبنى قرارا يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس كشف عنه الرئيس بايدن الأسبوع الماضي وعرض بايدن خطة لإنهاء الحرب في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع المحتجزين وإعادة أعمار القطاع لكن انقسامات ظهرت بين الحليفين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو عندما أكد مكتب الأخير أن الحرب في غزة ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهداف إسرائيل بما في ذلك تدمير قدرات حماس العسكرية وقال البيت الأبيض إن رئيس بايدن يواصل العمل مع مصر وقطر لضمان دخول المقترح حيز التنفيذ كما يحظى المقترح الأمريكي بدعم عربي واسع حيث شددت مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع المبادرة الأمريكية بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء القطاع وبما ينهي معاناة أهل غزة حماس قالت الأسبوع الماضي إنها تنظر بإيجابية إلى الخطوط العريضة التي قدمها بايدن لكنها لم تعلق منذ ذلك الحين رسميا على المفاوضات المتوقفة وقبل إعلان بايدن عن المقترح الجديد كانت الجزائر قد تقدمت بمشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الهجوم الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية مستندة إلى حكم صادر عن محكمة العدل الدولية واعتبرت واشنطن حينها أن مشروع قرار الجزائر لن يكون مفيدا قائلة إن مفاوضات مباشرة على الأرض أمر ضروري للتوصل إلى هدنة ويبذل مجلس الأمن جهودا للوصول إلى صوت موحد منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي وما أعقبه من رد إسرائيلي انتقامي وبعد تمريده قرارين يركزان على الحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة أقر المجلس في مارس مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار وهو النداء الذي تجاهلته الولايات المتحدة مرات عدة قبل ذلك لكن واشنطن التي شعرت بإحباط متزايد إذا ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة سمحت أخيرا بتمرير هذا القرار بالامتناع عن التصويت ترجمة نانسي قنقر